تأتي مواقف وسياسات المملكة العربية السعودية في القمم والمؤتمرات والاجتماعات الإقليبية الدولية مؤكدة على مواقفها ثابتة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية نعم فالمملكة الشقيقة دائما ما تؤكد موقفها من إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والسولاني إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية للسلام والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها هذا ما شهدته يوم أمس المملكة العربية السعودية التي وحدت القمتين العربية والإسلامية في تأكيد على حقيقة ثابتة ورسخة في الأذهان منذ عقود وهي أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعهداتها وموقفها في دعم القضية الفلسطينية ولا طالما أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى التي ينبغي دعمها ومساندتها حتى يتحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته ومطالبه العادلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولا تترك المملكة فرصة أو مناسبة إلا وتأكد فيها هذا المضمون أمام العالم أجمع فالقمة العربية الإسلامية المشتركة التي احتضلتها الرياض تأتي في سياق سلسلة طويلة من القمم العادية والطارئة ومن أبرزها القمة التاسعة والعشرون في عام 2018 بمدينة الظهران والتي أعلن فيها خادم الحرمين الشارفين تسمية القمة بقمة قدس كما استضافت المملكة في عام 2007 القمة التاسعة عشر والتي أكد القادة فيها على المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها المملكة العربية السعودية لم تأل جهدا في دعم القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة إلا وبذلته امتدادا للمواقف التاريخية التي وقفتها المملكة في سبيل نصرة فلسطين فبناء على الأسس العظيمة والصلبة التي وضعها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في سبيل نصرة فلسطين جاءت هذه المواقف والسياسات لخادم الحرمين الشارفين وولي عهده واضحة ومباشرة وجليلة في دعم القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا اشتركوا في القناة